في توقيف البيولوجي تنتعيش الورشات الخاصة بصناعة وتأهيل معدات الصيد التقليدي الذي يوفر الشغل والدخل لألاف المواطنين ولا تتوقف أهمية الراحة البيولوجية على الجانب المتعلق بمنح الوقت الكافي لتجدد الثروة السمكية بل تتجاوز إلى بعد من ذلك حيث تمنح الصيادين الوقت الكافي لأخذ قصة من الراحة وإعداد العدة للسيناف هذا النشاط الحيوي تتنوع الورشات ويشتد حبلها في هذه الفترة من أجل توفير آليات ومستلزمات الاصطياد التي تختلف في الشكل والأحجام طبقا لنوعيات الأسماك المستهدفة بالشباك وإن كانت تتحد في الأهداف والمقاصد في الحصول على صيد ثمين نحن هاو شمن الشباب عندنا هاي الورصة نشتقلوا فيها ياللي عندنا الفرصة لها في هاي الراحة البيولوجية ياللي عندنا في الوقت نقدموا تمونا نعدروا فيها هذا ماترير آناصات وهو الأشباب والأحبال الترعوا فيهم أنا هذي في ذي المحل نعدروا فيه ناصات نقلوا عنهم من الخنط مازالوا يجددوا المخنط جديد نختاروا عود معالف فتحة إن شاء الله فتحة البيولوجية عود الناس جاهزة ما قال نشي يقير شاكرين الدولة على تساعير قزوارد والنهارات أنهم نقصوا ودورهم زيدون في ذاك من قد جابرين ضغط من قد صردين واعر علينا وقلاس علي يطلع علينا من قل تلمهون الطالبين دولة زيدنوا في المياه قلاس يعود خف عارفون بصيد تقليدي عبروا عن أهمية الراحة البيولوجية في الحفاظ على الثروة السمكية وتمكن الصيادين من الحصول على الوقت الكافي لترتيب المستلزمات الضرورية لاستئناف رحلات الصيد نحن فخورون بإنجاز هذا التوقيف البيولوجي اللي هو راحة للبحر وخصوصا العينة اللي قالها الأخطابط اللي هي السمكة الاستراتيجية اللي تشقل ما يزيد على ستين الفرقاج هون في ذبور وهذه الفترة نستفادوا منها على عان بعض من البحارة يمشوا يستراحوا ويقبضوا الراحة والبعض الأخر يواصل التجهيز وإصلاح سفنهم ومكاينهم وتجديدهم اللي أشباكهم وماتريال اللي يشتقلوا به وظهر النعلى عنه من أهمية هذه الراحة البيولوجية هي الحفاظ على هذه الصروة أنهم عايشون فيها والحمد لله الناس تستجابلها على مقدار عالي وتشارك حتى في تطبيقها والصهر على أن الناس كاملة تحترم هذا التوقيف البيولوجي وبهذا تتأكد الأهمية الكبيرة للراحة البيولوجية في الترتيب لرحلات الصيد وتشدد ثروتنا السمكية التي تشكل العمود الفقري لإقتصادنا الوطني بفعل عائداتها الجمة في امتصاص البطالة والرفع من المستوى المعيشي للمواطنين مواذيبو لبات المداح الموريتانية